إذن مشاهدين في وقت واحد ذات ثلاثاء سابقة فجرت إسرائيل أجهزة البيجرز التابعة لحزب الله وكان سقوط القتلى والجرحى هنا بالمئات يومها ساد اعتقاد أنها ضربة قوية تسجل نقاط لصالح إسرائيل في حربها مع حزب الله وإن كسرت ما اتفق على تسمية قواعد الاشتباك ولكن مع ساعات كثيرة وأيام قليلة راح المشهد يتغير إلى أن أتى اغتيال حسن نصر الله زعيم الحزب فاتضحت الصورة تفجيرات الأجهزة ما كانت إلا مقدمة أمنية استخباراتية لمرحلة جديدة قد تفجر الواقع فيتبدل المشهد تبديل لن تكون محاولة إسرائيل لإعادة سكان شمالها إلا من مبررات حصوله وبدأ الحشد العسكرية الإسرائيلية يزداد عند الحدود بين البلدين استدعاء ألوية انضمام فرق عسكرية إلى الجبهة فتح مستودعات الطوارئ وتوزيع المعدات اللوجستية والقتالية على الجنود وراح الحديث يكثر عن عملية برية عسكرية وشيكة ليبدأ الكلام عن حرب لبنان الثالثة فهل تكون المنطقة أمام حرب شاملة لتغيير وجهها كما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو سؤال يقول كثيرون بعدم استبعاد طرحه بعدما أنتجت إسرائيل من عملية طوفان الأقصى حربين أولى في غزة وثانية في لبنان لضرب حزب الله وتغيير قواعد اللعبة عند سؤالها عن احتمال اجتياح إسرائيل برية للبنان أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الوقت حان لوقف إطلاق النار والعودة للهدوء وأكد الرئيس الأمريكي سعي بلاده لخفض التصعيد في غزة ولبنان عبر الوسائل الدبلوماسية مع دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بالكامل